ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض فهم في عناد يقوده الهواء ويحدده الغرض وإن كثيرا من طيب القلوب ليظنون أن الذي يصد اليهود والنصارى عن الإسلام أنهم لا يعرفونه أو أنه لم يعرض عليهم بصورة مقنعة وهذا وهم فهم لا يريدون الإسلام لأنهم يعرفونه ولذلك يكيدون له ذلك الكيد الناصب بشتى الطرق وشتى الوسائل يحاربونه وجها لوجه ويحاربونه من وراء ستار وهم دائما عند قول الله تعالى لنبيه الكريم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وفي مواجهة هذا الإصرار من أهل الكتاب على الإعراض عن قبلة الإسلام يقرر حقيقة شأن النبي صلى الله عليه وسلم وموقفه الطبيعي فهو لن يتبع قبلتهم ويستطرد فيكشف عن حقيقة موقف بعض أهل الكتاب من بعض فهم ليسوا على وفاق لأن الأهواء تفرقهم والعداء بين اليهود والنصارى والعداء بين الفرق المختلفة لدى كل منهما شديد ودائم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ونقف لحظة أمام هذا الجد الصارم في هذا الخطاب الإلهي من الله سبحانه إلى نبيه الكريم الذي حدثه منذ لحظة ذلك الحديث الرفيق الودود إن الأمر هنا يتعلق بالاستقامة على هدي الله وتوجيهه ويتعلق بقاعدة التميز والتجرد ولذلك يجيء الخطاب فيه بهذا الحزم والجزم وبهذه المواجهة والتحذير إنك إذا لمن الظالمين إن الطريق واضح والصراط مستقيم فإما العلم الذي جاء من عند الله وإما الهوى في كل ما عاداه وليس للمسلم أن يتلقى إلا من الله وليس له أن يدعى العلم المستيقن إلى الهوى المتقلب كما أن ما وقع من بعض المسلمين في غمرة الدسائس اليهودية وحملة التضليل الماكرة يستدعي هذه الشدة في التحذير والجزم في التعبير وبعد هذه الوقفة العابرة نعود إلى السياق فنجده لا يزال يقرر معرفة أهل الكتاب الجازمة بأن الحق في هذا الشأن وفي غيره هو ما جاء به القرآن وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم يكتمون الحق الذي يعلمونه للهوى الذي يضمرونه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ومعرفة الناس بأبنائهم هي قمة المعرفة وهي مثل يضرب في لغة العرب على اليقين الذي لا شبهة فيه فإذا كان أهل الكتاب على يقين من الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومنه هذا الذي جاء به في شأن القبلة وكان فريق منهم يكتمون الحق الذي يعلمونه علم اليقين فليس سبيل المؤمنين إذن أن يتأثروا بما يلقيه أهل الكتاب هؤلاء من أباطين وهم يستيقنون الحق ثم يكتمونه في أمر دينهم الذي يأتيهم به رسولهم الصادق الأمين ثم يوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا البيان بشأن أهل الكتاب الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ورسول الله صلى الله عليه وسلم من ترى يوما ولا شك ولكن توجيه الخطاب هكذا إلى شخصه يحمل إيحاء قويا إلى من وراءه من المسلمين سواء منهم من كان في ذلك الحين يتأثر بأباطيل اليهود وأحابيلهم ومن يأتي بعدهم ممن تؤثر فيهم أباطيل اليهود وغير اليهود في أمر دينهم وما أجدرنا أن نستمع لهذا التحذير ونحن نروح نستفت المستشرقين الكفار في أمر ديننا ونتلقى عنهم تاريخنا إن هذا القرآن قرآن الأمة المسلمة وهو كتابها الخالد والكفار هم الكفار والدين هو الدين ونعود إلى السياق فنراه يصرف المسلمين عن الاستماع إلى أهل الكتاب والانشغال بتوجيهاتهم ويوحي إليهم بالاستقامة على طريقهم الخاص ووجهتهم الخاصة فلكل فريق وجهته وليستبق المسلمين إلى الخير لا يشغلهم عنه شاغل ومصيرهم جميعا إلى الله القادر على جمعهم وعلى مجازاتهم في نهاية المطاف ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وبهذا يصرف الله المسلمين عن الإنشغال بما يبثه اليهود من دسائس يصرفهم إلى العمل والاستباق إلى الخيرات مع تذكر أن مرجعهم إلى الله وأن الله قدير على كل شيء